بدأت وزارة الصحة اليابانية اليوم تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً ضد فيروس كورونا وذكرت الوزارة أن التطعيمات لهذه الفئة العمرية بدأت في منطقة واحدة في العاصمة توكيو قبل باقي البلديات الأخرى وسيتلقى الأطفال جرعتين من لقاح فيزر تفصل بينهما ثلاثة أسابيع على أن تحتوي الجرعة على ثلث الكمية التي تعطى لمن هم في سن الـ 12 عاماً أو أكبر وضفت الوزارة أنه من المنتظر أن تبدأ التطعيمات لهذه الفئة العمرية على نطاق واسع في اليابان في شهر مارس القادم